نبقى في إطار المواقف الأخيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي فهي ليست إلا جزءا من تبادل المواقف بين الطرفين على خلفية أكثر من ملف وعلى رأسها التوتر شرقي المتوسط الزميل يوسف الشريف يستعرض في هذه القراءة يوسف تطورات وتدرجات المواقف بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي في الآوين الأخيرة وعشية القمة الأوروبية نعم شكرا جزيلا لك روبير تصعيد تركي أوروبي على أكثر من صعيد بسبب تحركات أنقرة الأخيرة وسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة آخر فصول هذا التصعيد تصويت النواب الأوروبيين بأغلبية مطلقة على قرار يدعو القمة الأوروبية في ديسمبر إلى فرض عقوبات صارمة على تركيا فقد أيد البرلمان الأوروبي القرار بأكثر من 630 صوتا مقابل معارضة ثلاثة أصوات وامتنع 59 عن التصويت في المقابل سارعت تركيا لرفض نداء البرلمان الأوروبي والاحتجاج عليه بفرض عقوبات عليها وصفت هذا القرار بالتحامل والانفصال عن الواقع كما اعترضت أنقرة قبل أيام على تفتيش برلين سفينة تابعة لها من قبل البعثة الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا في عرض البحر المتوسط قبلها بأيام أعادت أنقرة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم جزيرة قبرص في انتهاك واضح للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن الخاصة والصادرة بهذا الشأن ما أثار قلقا أوروبيا واسعا وضع دفع الاتحاد الأوروبي للتلويح بإمكانية فرض عقوبات على أنقرة خاصة في ظل استمرارها في التنقيب عن الغاز وانتهاكها سيادة اليونان وقبرص أبرز الدول الأوروبية رفعت الوتيرة التصعيد بينها وبين تركيا كانت فرنسا حيث تعرض رئيسها إمانويل ماكرون لهجوم حاد شنه عليها أردوغان كما لوحت باريس في أكثر من مناسبة بعقوبات اقتصادية محتملة ضد أنقرة بسبب مواقفها العدائية على حدود أوروبا من جهته دعا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس تركيا إلى وقف الاستفزازات الشرقية المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب فرض عقوبات عليها شهدت العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص توترا بسبب خلافات الحدود البحرية في المناطق الثرية بحقول الغاز الشرقية المتوسط يضاف إلى ذلك تصاعد الخلاف بين تركيا وأوروبا بسبب ما يشكله التدخل التركي في ليبيا من تهديد لأمن أوروبا وكذلك التدخل الأخير في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا إذن روبير هذا هو تفصيل لآخر التوترات التي حصلت بين تركيا وبين دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي بشكل مجمع مع كل محطات التصعيد التي تحدثت عنها هناك أيضا تحول داخلي في تركيا يعني كمتخصص في أشياء التركي اليوم مواقف المعارضة المتلاحقة والمتتالية والتي تحذر اليوم من هذه المواجهة التركية الأوروبية كيف يمكن أن تتجه في ضوء ما تذهب إليه القمة الأوروبية أيضا بعد أيام بالتابع المعارضة التركية يعني تحذر أردغان من أن هذه العقوبات قد تكون قوية وأن العلاقات مع أوروبا ضرورية لتركيا إذا أراد أن ينقذ الاقتصاد شكرا يوسف شكرا لك